السلام عليكم البنات يا بنات يا بنات يا بنات يلي كلكم حلوات وكلكم غزالات وكلكم فنات وكلكم تستهلوا لي أجمل ما في الحياة وصلوا لي بزف ديال التعليق لهذا المقدمة غنبين لكم منهم شي حاجة الأخذ قلت لي المقدمة ديالك زوين أعجباتني فيها بتحفيز والاجتهاد الله يوفقك ويشافي لك الأم ديالك يا رب شكرا لحبيبتي الله يحفظ لك كل عزيز على قلبك قلت لي كذلك تشفت قناتك بصدفة ورجعت الفيديوهات السابقة تفرجت فيها ولقيتك كتستهلي الدياموند شكرا لحبيبتي على هذا التعليق المحفظ الله يحفظك والله يرزقك أجمل ما في الحياة وحتى تعليقها عجبني بزال كذلك ديال أخت نيهال مطبخ نيهال من الجزائر قلت ليها حلوة وعسل على جال بنات الحلوات تابنيت معك الله يحفظك أختيب الله يكبر بك وكانت من المتتبعين ديالي دخلوا لي عن الأخت نيهال مطبخ نيهال من الجزائر مطبخ نيهال من الجزائر وتخليوا لها تعليق وتقولوا لها يا بنات يا بنات يا بنات إذن حبيبتي قد نرجعوا للمضمون ديالفيديو ديالي دياليوما إن شاء الله قد نبدأ معكم تحدي جديد إن شاء الله يا ربي وكانت من نحت انتو ما تبدأوا معايا اللي ما عنداش شحيحة تشريها واللي عندها تديد وحدة أخرى وحدة ثلاثة شحيحات علش الله هيتعدنا بزاف إن شاء الله الأهداف اللي احنا قد نوفروا لها فليسات كاين الدخول المدرسي كاين العيد الكبير كاين عيد الصغير كاين رمضان سيدنا رمضان اللي كيحتاج مصروف كتيرة بزاف بزاف كاين كيجي ليستر شي حاجة على غفلة متمنى ما يجيكم غير خير يعني بزاف لاش خاسنا نوفروا أو لا نوفروا مثلاً نشريوا بحال هاد القريمة هادا أو لا أقل أو لا أكتر وكل وحدة على حسب الاحتياجات دياله الاحتياجات دياله ماشي بحال بحال كلها وشنو محتاجة في هاد الحيات يعني غادي نسبقوا الأولويات عادي غا نشريوا الدب ما غا نفكروش في الدب يعني نيشان في الدب لا خسكتش هيش حبيجة اللي غادي تريحك في الكوزينة ديالك مثلاً في الدر ديالك مثلاً سبيغاتور مثلاً خاصك ماكينة ديال الماعن ماكينة ديال تصبين خاصك مثلاً شيروبو كل واحد وشنو المتطلبات دياله وحتياجات دياله راح نعدنا أولويات ما غاديش نجي ونقبطوه ونجمعوه باش نشريوا الدب لغتي نشريش حبيجة اللي غا تريحني في داري أولاً وقبله بكل شيء وغا تعطني الطاقة الإيجابية باش كي كان نقولو المازاج ديالي يكون زوين ونعرف ونفكر ونعرف كيفاش نتصرف أما أنا لكانوا نقصين حبيجات في الدار اللي غادي يساعدوني ويريحوني وانا ما شارياهم شو ها نفكر في الدب ما غادي شيريحك آآ شيرية ماكينة صابون إلا ما عندك شيريليات اللاجع إلا ما عندك شيريليات روبو إلا ما كانش عندك هاد المكسوغ هادا راه زوين وكينفع بزاف الكوزينة آآ وفر له فليسات وشيريه غادي ينفعك وغادي فرحك وغادي حسي براسك مرتاحة في كوزينتك أولا حبيبتي داريت حد يخوديلي هاد تغمو مكسرا غزالك هالنقاع من جميع لذيك تخون مناشق يدير كل شي شوفوا يا البنات رفاش كنقول لكم تستهلوا أجمل ما في الحياة راكم فعلا كتستهلوا أجمل ما في الحياة خسكم تشريوا الحويجات اللي غادي يخفع لكم المشقة والتعب ديال الدار بارك غيل وليدات تبارك الله راه تمرتهم بوحد هالله يحفظ لكم وليداتكم فاختيفاش غادي يكون عندك لوازم البيت اللي كي عاونوك على تمر ديال الدار وشقة ديال الدار غا تقول لي مرتاحة جسديا وغا يقول لي عندك تي ساعة الخاطر اللي تقدرها تعطيه لوليداتك تقريهم في الدار تحكي معهم تلعبي معهم ترفعينهم المعنوية ديالهم تصحبي معهم يعاودو لكم مشاكلهم حتى الوليدات راهم عندهم مشاكل على برا مع الأصديقها ديالهم يعني غا تصحبي مع ولداتك غا تكون عندك القانة لوليداتك وغا لي تتمي بيهم أكتر إذن حبيبتي الناصحة اللولة اللي غادي نعطيك هي الجحيحات دليلية وحدة ولا جوجة ولا ثلاثة ضروري يكون عندكم الجحيحات في الدار وحتاوليداتكم تعلموهم يخبعوا في لساتهم نمسي رفضيالهم في الجحيحات حاجة واحدة أخرى لي بخوموا ما تفلتوش لي بخومونها لي تشوفوشي بخوموسيو خوضوا بها على قدر ما كتستطعوا يعني حلحة باستطاعة ديالكم خوضوا وحطوها ليال الله في بيت الخزين رغمو مكين من كونو كانت قدى ونستغنو على بزاف ديال الحاجات ونزيدوهم في ذوك الحويجات اللي غادي نفعونا ينلقيناهم رخاصين وناقصين حيث الوقت اللي غادي نحتاجوهم وغامشي ونشريوهم غاالين مثلا غيزة العود اللي وريدتكم ذيك النار فريدر هنقص 500 ريال فليترو إذا علش ما ناخدش منه بزايد ونحطوه في البلاكار ديالي بيت الخزين وهكده توفير على توفير باقتصاد على اقتصاد غادي نقدرو نشريو شي حويجة اللي احنا محتاجينها وكنت من نواه وما لاقينهاش يعني ما قادرين شعليها فحبيبتي بالاقتصاد وبالتوفير وحسن التدبير هتحقي أي حاجة نتي نفسك فيها فيق اختي الصبحة بكري فيقي بكر اختي ودوز الكوزين تكيلة ما تقالكش الخبز أجني بتبيطة تمسيمنات حريشة خبزة ديال الشعير أي حاجة من صنعي الدكرة تتحر خيصة فشني لي أختيش شفنج شفنج كتشلو بخمسمائة ريال الكيلو شفنج أختي لأوجدتي في دارك هتحلك بعشرة ديال الدرهم بقى النغو هادك الخمسمائة ريال هتحلك بقى النغو هنتي وفرتك تلتمائة ريال وغير شفنج ما بقاش كي يخلعنا رحنا كنوجدوه في الحين في الحين كيوجد هذا غير ماتال إلا بغيتي توفري فليساتك وما تضيعهم ومشوف أخواء الخاوي وتستلكي بلا ما تلكي راسك كذلك الملابس ما تبغيت يعني تكسي وليداتك تخوضي لهم ميكون لبروموسيون خوضي لهم مرة لبروموسيون كتكون فيهم التقلات من رخيصة رخيصة بزاف خوضي لهم الكسوات ديال البارد الكسوات ديال الصيف اللي لقيته خوضيه باش إن شاء الله فاش يجي وقضيك الكسوات تكون مرتاحة مع راسك وهكذا دايما نكونوا كنصيدوا لبروموسيون غادي كنصيدوا فيما كانشي بروموسيون هاحنا معاه وكوني على يقين لتبعتي هذي الطريقة هذي غادي توفري فليسات وغادي تشري شي حوجة اللي انتي محتاجاها كيف مما قلت لكم الاحتياجات ديالنا مختلفة كل وحدة وشنو محتاجا نسبقوا الاحتياجات اللي هي ضرورية وعادي شوفوا الكماليات بحل دهب مثلا ودبا يا البنات غادي ندوزوا الأول تحدي اللي غادي ندير معاكم إن شاء الله هذيال هاتسانة هذي هذي شحيحة اللي كتشوفوا فيها خدي تعمل المغريب باربعين درهم هذي ديال المليون كينا دي ربعين آلف ديال ستين آلف ديال ميتان خريال ديال مليون تلت المليون انتي والاستطاعة هذيالك فأنا بإذن الله غادي نبدأ بها ديشحيحة هذي المرقمة إن شاء الله ومن بعد غادي ندوز معاكم في فيديوهات مقبلة إن شاء الله لها ديشحيحة هذي وغادي نقول لكم هات ديشحيحة لاش مديورين إن شاء الله فهات ديشحيحة فيها الأرقام يعني الفلوس بالدرهم ولكن أنا غادي نحاولها نحاولها للأورو مثلا هنا نعدي ميتين درهم اللي غادي نحط هذي المراكف ما تتشوفوا غادي ندر ميتين درهم ميتين درهم في ميت درهم بسم الله توكلت على الله قبل من درهم غادي نذكر الآية الكريمة قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم والله يجعل لي فيها البراكة وحتنتم ما لادرتوشي فليسات في شخيحاتكم والله يجعلكم فيهم البراكة إن شاء الله يا ربي غادي نفتح معكم إن شاء الله هادي شحيحة هادي نهار اللي غادي يجي وقتها إن شاء الله بإذن الله وغادي نشارك معكم أي مرة حطيت فيها شي حاجة غادي نشاركها معكم باش نحفزكم إن شاء الله توكلت على الله كي اللي غادي يقول لك يفاش غادي ندروا لهالدخار هو كل شي غالي كل شي زيد في التامان اختي غيري لعدد ديالك لعدد ديالك في مخصور غيره راكي نشي بحدين كي شريو شي حويجات اللي ما بحتاجينهم مش أصلا أو للي غادي بقولهم في ديك تلاجكتا كي يضعوا ويرميوهم أو لا ما تشي ليش اخترانا ما شي مع الناس اللي كتشري الفطور واجد أو لا غدا واجد كتجي وحد من نهار ما نعرف كي يكون ضروري خصنا نشريه ولكن ما تكونش عدنا معتمادة نهائيا هاد الفكرة هادي خصنا نوجده مسائلنا بديداتنا صافي أنا ضربت على الأرقام اللي مجموعة ديالهم خمسين أورو خمسة ألاف درهم وعقبان المرة الجاية إن شاء الله كيف ما قد تكون هاد الجحيحة هادي غادي نقول لكم على شديرها وكذلك الجحيحة الخورة إن شاء الله غادي نشاركهم معكم في الفيديوهات المقبلة إذا حبيبتي بلما نطول عليك بغيتي تجمعي فليسات وتديري الذهيبات أو لأي حاجة أنت نفسك فيها فديري الجحيحات وكوني قد كلمتك يعني ما تديريش الجحيحة وتبقي كل مرة طلع عليها تحتاجي وتجبدي منها لا الفليسات اللي تحطوا فيها يبقوا فيها حتى النهار إن شاء الله اللي تفتحيها وتفرحي راسك كيف ما أنا فرحت راسي بهذا القرميت فهذا القرميت هادرها مجاش غيرهو كداكرا كما كش قطعت ووفرت وعرفت كيفاش نصرف فليساتي ونوجهت ماكلتي فداري ونختار الوقت اللي غادي نجري فيه الحاجة ولوقت اللي غادي نخليها في بلاستها إذا حبيبتي غادي نودعكم ونقول لكم انتظرو فيديوهاتي القادمة اللي غادي تكون جد محفزة إن شاء الله